سؤال تالي لعلنا نختم به إذا خلى زوج بزوجته لمدة نصف ساعة في صالون بيت أهلها قبل الدخول فنان منها كل شيء إلا الجماع لم يكن يعلم أن البيت لا يوجد به أحد فهل تستحق نصف المهر أو كل المهر علم أنه هو من أراد الطلاق الخلوة حصلت أربع مرات في صالون بيت الأهل لكن دون خلو البيت لا أهل في الطابق العلون المرة الوحيدة التي كان البيت فيها فارغا نصف ساعة وهو لم يكن يعلم الجواب عن هذا أن المهر يستحق بالدخول أو بالخلوة الصحيحة أما الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة فليس فيه إلا نصف المهر كما قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرطتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسون فضلينهم الخلوة الصحيحة يعني أن يخلو الزوج بزولية في مكان يتمكنان فيه من الوطن يأمنان من دخول أحد عليهما بغير إذن وقد تفاوتت عبارات الفقهاء في التعبير عن هذا المعنى الأحناف يعرفون الخلوة الصحيحة بأنها التي لا يكون معها مانع من الوطن لا حقيقي ولا شرعي ولا طبيعي المالكية الخلوة الصحية هي خلوة لاهتداء أي إرخاء الستور أو غلق الأبواب أو غيره عند الحنابلة الخلوة التي تكون بعيدا عن مميز وبالغ مطلقا إن كان الزوج يطأ مثله وكانت الزوجة يطأ مثلها ولم تمنعه من الوطن الذي يظهر أن هذه المرات المذكورة إن كانت على وجه على نحو يأمنان فيه من دخول أحد عليهما بغير إذن فهي كافية في تحقيق الخلوة الصحيحة يجب بها المهر كاملا على الزوج وتجب بها العدة على الزوج متابعة لسؤال ورد في الحلقة الأولى إذا خلى زوج بزوجته لمدة نصف ساعة في صالون بيت أهلها قبل الدخول فنان منها كل شيء دون الجماع ولم يكن يعلم أن البيت لا يوجد به أحد هل تستحق نصف المهر أو كل المهر؟ علم أنه هو الذي يريد الطلاب الخلوة حصلت أربع مرات في صالون بيت الأهل لكن دون خلو البيت فأهله دائما في الطابق العلوي المرة الوحيدة التي كان البيت فارغا نصف ساعة لم يكن يعلم فيها أن البيت فارغا الجواب عن هذا أن المهر يجب كاملا بالدخول أو بالخلوة الصحيحة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الخلوة الصحيحة أن يخلو الزوج بزوجته في مكان يمكن فيه الجماع بحيث يأمنان أن يدخل عليه ما أحد إلا بإذن عمر الخطاب يقول إذا أرخيت السدور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق وقد تفاوتت عبارات الفقاء في التعبير عن هذا المعنى الأحناف يعرفون الخلوة الصحيحة بأنها التي لا يكون معها مانع من الوط لا حقيقي ولا شرعي ولا طبيعي المالكية خلوة الصحيحة هي خلوة الاهتداء أي إرخاء السدور وتغليق الأبواب الحنابلة التي تكون بعيداً عن مميز وبالغ مطلقاً إن كان الزوج يطأ مثله وكانت الزوجة يطأ مثلها ولم تمنعه من الوط وصفة القول إن كانت هذه المرات المذكورة كافية في تحقيق الخلوة الصحيحة بهذا المعنى السابق التمكن من الوط بلا خوف من المفاجأة والدخول بغير إذ فيجب بها المهر كاملاً على الزوج وتيب بها العدة على الزوجة وإن لم تكن كذلك فالواجب على الزوج نصف المهر المسمى فقط لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرطتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير